القفطان مغربي ام عثماني ام هو جزائري هذه هي حلقة اليوم السلام عليكم اخوتي اخواتي مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة ستخص موضوع حول التراث المغربي بزاف منكم غيرت سائل على شهد النوع من الحلقات لانه شاهدنا حمله شريسه من طرف الاعلام الجزائري وايضا في المواقع للتواصل الاجتماعي كتنسب ليها كل ما هو مغربي لكن قبل من بدأ الحلقة بغيت نوجه تحييات ديري وتشجيعات ديري خالصة الاعلامية المتميزة المغربية زينب اللي كتقدم برنامج للطبخ في قناة سي بي سي المصرية اللي تعرضت مؤخرا للشتم من طرف صحفيين جزائريين ومن طرف الاعلام من جزائريين فقط لانها حضرت على القفطان المغرب والطبخ الكبرى انها مذكرات الجزائر بحتى كلمة واحدة لكن المحسوس محسوس مهم دخلوا عندها في اليوتيوب في قناة سي بي سي وهجمو عليها تم بتشجيعات ديلكم نشوف تصيح دياله ول 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 ومن بعد نكمله احقن هذا رمشي ديالي ولا احقن هذا رمشي ديالي نوم بالعكس اللي باس المغربي زين المغربي احنا كنفتخروا به معروف دور دياله وانتا انه كان من ايام المنصور سلطان المنصور الدهبي يعني شحاجة اللي كينو مفروق منها ما قدروش نبتلوها شو جيران ناجا واخوتنا قالوا لك احنا بغينا احنا بغينا احنا بغينا تلا يا مرحبا او مشكل مرحبه او الف مرحبة اي حد كي برشي حاجة اللي طيب خوبزة كي بغيشي واحد يقول على خوبزة ديالك وكي بغي ياخده وكي بغي ينسبها الراسه امن وقت باديغ الى نسبوها الريصو احنا فرحانين ناس يادنا فرحانين بزاف فوق ما تخيله انه نسبوها الريصو حتى اهداك من يد مغربية وغادي بقى مغريبي والصناعة المغربية والتقليدية ما جات شغير على القفطان والذيرة جات على القفطان والأطباق وجات على حاجات كتير بزف 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 يلا بقي نتندقه القفطان المغربي العالم كله كيعرف أن القفطان المغربي وغادي بقى مغربي العالم كله أعجب باللباس المغربي العالم كله كيفتاخر باللباس المغربي إنه كيعد من أحسن وأفخم وأشيك الألبسة أو الزي يعني زي محتشن كان بغي نقول الزينب والكل المغربيات والمغاربة انهم يتفاجأوش من محاولات السرقة لكدير الجزائر السرقة الاعلامية السرقة في الصور السرقة في الفيديوهات السرقة في التاريخ سوف نرى واحد الفيديو سوف نأكد لكم الفكرة هذه وسوف نكملهم بعد نعود أن نكسبه نملكه نجلبه البيتزا البيتزا هي بساطة 40 سنة ويأتي نخدم في الجزائر مع أنت أقول لك البيتزا مفهوم ترسخ لدى الكثير من الجزائريين تايت تعطيل ميمون تايت تعطيل ميمون تايت تعطيل ميمون ونسبت واحد بالجلابة يقول لك جلابة مغربية الجلابة مغربية جزائرية تونسية والأحبيد تحفل جزائرية تايب الناس تلبس الجلابة تلبس القفطان القبو جابادور معنا هذا الشيء هذا ما بحرناه حناية وبدأنا نخلو الناس تضيفه غلب العقل بالعقل يقول لك قلب اللوز ماشي ديالكم توقف محمد صفيرة ومخدوا معنا في الجزائر يقول لك ماشي ديالنا ومشي عهد علي ديالنا فهموني ويراين ديالنا وراء الجزائري هذا وده بعد هذو اللي بغوا يسترقوا البتزا والسوسيس والكرواسة ديال فرنسا ويسترقوا حتى الكتبية والوزارة ديال الداخلية المغربية والأهرامات ديال مصر وحتى المكة المكرمة قلب بأن توجد في الجزائق قبل ما تكون متوجد في السعودية واشهدوا بغيتوهم يحشمون من القفطان وفئة الشاب اللي غتيق أن النظام الاسكاري مؤخرا بغي يطور الطاكسيات تضطير في السماء فممكن أنه يآمن بأن البتريق رهوى جزائر سرقة التراث معروفة عن جزائر منذ القدم فمثلا بوتفليقة كان في كل زيارة المغرب كان كيز بالسرد السلعة والملابس في طائرة الرئاسية أبرزت معطيات الوزارة المغربية أنها صادرت صناعة تقليدية خلال سنة 2017 حتى مطرق من قياسي حيث وفاقت نسبة 32.5% مقارنة مع سنة 2016 أكثر من 20% من هذه النسبة صدرت إلى الجزائر ومن بعدها يأتي بعض الدول العربية ومن بعدها تأتي الولايات المتحدة الأمريكية يعني أنا كنت أستغرب كيف يدعي وأن القفطان المغربي الجزائري هم في نفس الوقت عاجزين على إنتاجه وعلى الصناعه وعلى الحياة كثيرة لماذا يستورده أصلاً؟ لأن القفطان المغربي معروف أنه صعيب في الصناع ويجب أن يدوز عند المصممين مع الخياطة وعند الكثير من الدين الكثير من المعلمية كما نقول كل شخص يصعب محددة في هذا القفطان فمن الصعب تقليد وإذا وجدتم مثلاً شخص يقلده سيكون قلده برداءة ولا يجب أن يكون الجودة في الصناع القفطان الصينيون كانوا لقعوا القفطان سهل في السواب سيصعبوه كمية كبيرة ويصدروا للعالم كامل أي شخص يكتب قفطان في الانترنت أو دار أبحث في الكتب سيكتشف أن أغلبية المصادر تتكلم على القفطان العثماني القفطان المغربي القفطان الروسي وأخيراً قفطان باتيك يعني لا يمكن أن تذكر باتاتاً في التاريخ أن شيء كان يسمى القفطان الجزائري هناك ملابس قليدية في الجزائر لكنها بعيدة كل البعد على أثارة القفطان وعندها نماط مختلف في الحياكة وفي التزيين وفي الكثير لكي نفهمهم محاولات الطريقة المفضوحة سنعود للتاريخ لكي نرى الأصل القفطان وماذا بعدها مغربي والعثماني وعاد من بعد نذهب إلى الدول التي نشأت في 1962 والتي يدعي أن القفطان الجزائري الدولة العثمانية نشأت في سنة 1299 ودامت 6 قرون في نفس السنة أي في سنة 1299 كان في مدينة فاس العتيقة كانت معروفة هذه المدينة بالصناعة التقليدية بالصناعات الملابس التقليدية بالدباغة أيضا بصناعات الورق والزجاج وصناعات أخرى فاس قبل أن تكون شيئا ميت هذه الدولة العثمانية أي في سنة 1206 ميلادية كان فيها تقريبا 3460 مصنع للنسيج فيها 47 مصنع الصابون فيها 83 مصنع للضباغات الجرد فيها 116 دولار للسباغة فيها 12 مصنع للتسبيك الحديد والنحس فيها 11 مصنع الزجج فيها 135 مصنع للشجير التي يستخدمون في الطيلة أيضا فيها 400 مصنع للورق 188 مصنع للفخار وكان فيها 200 مكتبات لبيع الكتب فهذه العثمانيون كيف يجبون أسرار خياطات الأتواب والملاب التقليدية لو أنهم لم يستنسخوا من المغاربة والعثمانيين ليس غير استنسخوا من المغاربة استنسخوا من المغاربة واستنسخوا من أوروبا واستنسخوا من الفرص واستنسخوا من الصين أيضا والدليل على ما أقول هو أنه في كل مرة كان يتنصب فيها سلطان الحكم في الدولة العثمانية كان السلطان المغربي الجوار وصداقة الاحترام اللي كانت في واحد فترات معينة بين الطرفين بحكم أن المغرب مع مرض تستعمر من عند الأتراك ومن بين هذه الهدايا اللي كانت ترسل للسلطة العثمانية كان القفطان المغربي وكينة صورة في المتاحف وفي الكتب التاريخية دي الأتراك اللي كتأكد ارتداء العثمانيون لملابس استقليدية المغربية دبا تقول لي أخي حاتيم كنت هي ارتداء العثمانيون ولكن دبا ما أردنا من المدينة العتيقة أي في العهد الموحدي قبل مجيء العثمانيون التونس والجزائر فكينت في العهد موحدي كتتاجر وكتصدر هذه المنتوجات التقليدية من المغرب إلى المغرب الأوسط إلى تونس يعني بكل بساطة قبل مجيء العثمانيون كانت الملابس على الطريقة المغربية هي الرائعة في الأسواق المغرب المغرب الأوسط وتونس المغرب الأوسط هي الجزائر حالية إذا دخلتوا لموزوعة لندون تكستيل المعروف وغطلقه هذا الفقرة يعود تاريخ انتاج المنسوجات في تركيا تركيا الى الفترة العثمانية الى القرنين السادس عشر والسبع عشر كان انتاج المنسوجات واسع الانتشار وعلى مستوى متقدم حتى نهاية الامبراطورية من بزاف تارا يعني صناعة الناسج في تركيا تعرفت عند الاطراك حتى القرن السادس عشر والسبع عشر في حين انه في المغرب بدأت في القرن الثاني عشر وفاش العثمانيون بدأوا صناعة النسيج عندهم اي في القرن السادس عشر حناك ندك سعمسة عمرين الاندلوس ودخلنا لها اللباس المغربي والصور والمعلومات الموجودة في الارشيف الاسباني خير دليل على ارتذاء الناس للقفطان المغربي فممكن ان العثمانيون في اخر حكم المسلمين في الاندلوس انهم صدروا القفطان العثماني الى الاندلوس فالقفطان اللي كانت تمه هو القفطان اللي كانت تصنع في المغرب يعني مناتيكا من المغرب هو الاصل اذا بغى نشوفوا الجزائر ما لكا تدخل فاذصراع كما كنقوله صراع بين المغرب و العثمانيون الجزائر اصلا تاريخيا كنت دائما تحت الاستعمار او الوصايا البيزانطيون الوندا الخلافات الاسلامية الادارس المواحدون مرابطون العثمانيون الفرنسيون القفطان العثماني مختلف عن القفطان المغربي يعني هنا اصلا ماكنش مشكل بينو بالاعتمانيون في القفطان المشكل كان بان في ام الجزائر التي تنسب لها القفطان بزعف الحواج من المغرب وهناك نطرحوا واحد السؤال بين ماذا زعم القفطان الجزائري سيبدأ في سنة 1982 يعني في سنة نشأة الجزائر لا لا يمكن لأن القفطان المغربي يوجد قرون وقران فلا يمكن جديد دولة لتنشأة في 1982 وليس لديه تاريخ تحت الوسائة الفرنسية العثمانية المغربية وانتهابط لا يمكن جديد تقول لك هذا القفطان هو جزائر ونفترضوا أنكم كنتوا تقولوا أن القفطان الجزائري كان في الجزائر قبل المجيء العثمانيون فهذا اعتراف دائمني أنه مغربي لأن صلاة المغرب كانوا يحكموا من المغرب حتى التونس في هذه الفترات الموحدون والأداريسة والمرابطون منذ أن نرجع الزمن الوراء نرى الملابس الاستقليدية التي كانت في الجزائر في العدد الفرنسي أي بعد سقوط دولة العثمانية نلاحظوا أن اللبس الجزائري شبيه لدرجة كبيرة بملابس الشرق العثمانيون الفرس وحتى القفطان ديالهم كيشباء أكثر للقفطان الألباني يعني ديال البلقان رسالة غنوجها ونصيحة غنطيعة على مصممة أزياء أو المصممين ديال الأزياء أو المعلم أو اللي كيسنع المنتوجات التقليدية قصد ضروري واتق المنتوجة دياله والأمر ره ساهل بزيال فكل منتوجك تصابوه أو تصدره خذوا لتصويرها مع العالم المغربي أو ديروا في القناة اليوتيوب إذا لم يكن لديكم قناة ديروا في صفحة الفيسبوك إذا لم يكن لديكم صفحة الفيسبوك صوروه وخليه في تليفون أو خليه في موقع إلكتروني بهذا الشكل أي موديل يريد أن ينسبوا رأسه وغلقوه بسهولة ويتفتحه لأن المشكلة لدينا هو أنهم عاجزين لحياة القفطان بالإتقال المغربي المعروف فدائماً هم سيحاولون يستوردون لا يمكننا أن نحبس التصدير المنتوج لأن التصدير المنتوج فهو مفخارة للمغارية وليس لدينا مشكلة في التصدير المنتوج بحددنا مشكلة في أنه نوطق المنتوجات بالعكس هذا فخر لنا ونحن تفتخرون بلابسنا والتي تتلبس من أكبر نجوم ومن أكبر شخصيات في العالم وحتصل المغربي يتصدر العالم وكان هناك مثلاً مغنيين في أمريكا وكان هناك شخصيات أساس دول لديهم صالون مغربي في المسكن وليس لديهم شيئاً يستطيع أن يسترق لنا التوراة إذا أردو يكذبوا على رأسهم يجعلهم يكذبوا على رأسهم لأن أصلاً حتى أحد ما يتيقهم وشوفوا غير إيطاليا التي تقدر الخسارات بسبب تقليد البيتزا بمئات الملايير دولارات حيث الشركة كثيرة كتبع المنتوجة على أساس أنها منتوجة إيطاليا 100% وما تتعطي للدولة الإيطالية حتى سنتين وما تحترمش حتى الجودة للطبخ للبيتزا الحقيقية الإيطالية وما تنسوش أنهم قالوا أن حداد اللاعب المغربي والزوجة جزائريين في واحد الصورة التي تشوفها هنا حداد والزوجة في عرصهم وقالوا بأنهم لبسوا القفطة الجزائري وبأنهم أصلاً هم جزائريين أو حتى صارقة صورات الكتبية وبالزافة صارقة إذا أردنا نكسبوك سنقوم بعمل فيديو على قدو فقط للصارقة في التورات المغربي طوروا القفطان بالإبتكار وضعوا شكل جديد في الجزائر وطفران وعيه في الصناعة التقليدية وطورواها وحسنوا منها وتفوقوا علينا في التقنية في الصناعة القفطان ونحن معلنا سنصفق لكم ونشجعكم لكن الصارقة لا سنسمحوش بها كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم